اشتركوا في القناة خرج بايرن ميونيخ من ملعب أولد ترافورد بتعادل إيجابي لكنه خسر الكثير قبل لقاء العودة في أليانز أرينا قلب الفريق النابد باستين شفينشتايجر تلقى بطاقة حمراء أثارت غضب ألمانيا بأكملها صاحب هدف التعادل ترد للمرة الثانية في مشواره الأوروبي سبق أن ترد قبل ثماني سنوات أمام سبورتينج لشبونا البرتغالي تاردو شفيني أثار حفيزة بيب كورديولا اتهم روني بالتمثيل بيب سيخسر باستين وخاف مارتينيس في الإياب للإيقاف إضافة إلى تيجو ألكنتارا المصاب كورديولا هادئ الطباع فقد أعصابه للمرة الأولى في مؤتمر صحفي أومأ بيده بغضب إلى أحد الصحفيين من الجانب الإنجليزي وصل راين جيكس تحطيم الأرقام القياسية أصبح اللاعب الوحيد الذي يشارك 12 مرة في دور الثمانية من دور الأبطال النجم الويلزي تفوق على الإسباني رؤول جونزاليس كأكثر اللاعبين مشاركة في البطولة الأوروبية ووصل إلى المباراة رقم 145 بدوره تألق روني بمواجهة بايرن صنع هدف فريقه الوحيد وأصبح أفضل ممرر في البطولة في إسبانيا غدت تعادل عنوانا للمواجهات بين برشلونة وأتليتكو مادريد فشلا في كسر التعادل في رابع مواجهة بينهما هذا الموسم نيمار أدرك التعادل للبلاوغورانا وبات الكتالوني الوحيد الذي يسجل في شباك تيبو كورتوا هذا الموسم ميسي أخفق مجددا أمام لوس روخ بلانكوس فشلا في التسجيل في آخر خمس مباريات بمواجهة فريق العاصمة أتليتكو عزز أماله في الوصول إلى دور الأربعة للمرة الأولى منذ عام أربعة وسبعين التعدل بين برشلونة وأتليتكو انسحب على الإصابات الجهاز الطبي الكتالوني أكد غياب مدفعه جيرار بيكي شهرا كاملا ما يعني غيابه عن لقاء الإيابي ونهائي كأس الملك زوج المغنية شاكيرا تعرض لكدمة في الجانب الأيمن من حوضه إثر استضامه بدياغو كوستا الإسباني من أصل برازيليين لا نصيبه أيضا أصيب في أوتار الركبة المتصلة بفخذه اليمنى تبديل كوستا أتى بالفائدة على نادي العاصمة الإسبانية هدف الفريق حمل توقيع البديل برازيلي برشلونة خارج المركات الصيفي والشتوي المقبلين سلسلة تعاقدات غير قانونية بين عامي 2010 و2013 تضع النادي الكتالوني في قبضة فيفا عشر صفقات لللاعبين بل للاعبين ناشئين تم إثبات عدم قانونيتها ومخالفتها اللوائح الاتحاد الدولي منع البلاوغرانا من تعاقد مع لاعبين جدد وغرمه نصف مليون دولار تقريبا فيفا منح برشا تسعين يوما لتسوية وضع اللاعبين عقوبات الاتحاد الدولي شملت نظيره الإسباني غرمه بخمسمائة ألف فرانك سويسري لثبوت مخالفته اللوائحة أيضا ليلة الثأر والثارة في ثاني أمسيات ربع نهائي دور أبطال أوروبا ريال مدريد يتطلع إلى رد الدين لبروسيا دارتموند ومواجهة متقاربة بين تشلسي وباريسان جرما رد الصعي يشغل بالا ريال مدريد عندما يصطدف بروشيا دارتموند الفريق الملكي يطمح للقب عشر في البطولة العريقة إلا أنه يصطدم بعقبة ألمانية صعبة باعتراف لاعبيه الفوز على رايو فاليكانو أعاد الثقة لكتيبة كارلو أنشيلوتي بعد فقدان صدارة الليجة ويأمل الإيطالي أن يتابع مسيره الناجح قريا كريستيان رونالدو يتطلع لزيادة غلة أهدافه في المسابقة بعدما سجلت 13 هدفا في 8 مباريات البرتغالي سيرتكز على زميله جارث بيل وكريم بنزيما أنشيلوتي سيعاين بعض مكامن الضعف في الفريق بتبديلات في التشكيل نحن في حالة بدنية جيدة وسنحظى بأجواء جيدة في ملعبنا اللاعبون يملكون حلما هو اللقب العاشر ويتفهمون أنه يمكننا الفوز إذا اتحدنا جميعا على محور يورجين كلوب فإن الإصابات أثقلت كاهل الفريق هذا الموسم أسود فيستفاليا يأملون تكرار إنجازه العام الماضي بغياب خمسة من أعمدة الفريق سيكون الخيار المتاح هجوميا أمام كلوب بإشراك ماركوس رويس وبيير أوبام يونج مع غياب الهداف البولندي روبرت ليفندوفسكي بداع الإيقاف الجميع يعلم مدى الصعوبات التي واجهناها هذا الموسم جدع الإصابات بإذا أننا عازمون على تحقيق أهدافنا المحددة مطلع الموسم وفي حديقة الأمراء يجتمع ملوك المال القطريين والروس تشيلسي فريق رجل الأعمال والغاز الروسي رومان أبروموفيتش يحل ضيفا على باريسان جرما ذي امتيازات المال العنابي مدرب البلوز جوزين مورينيو طالب لاعبه بعدم التأثر بالخسارة أمام كريستال بالاس أو فقدان الصدارة محليا وحثهم على التركيز على البطولة القارية ويستعيد البرتغالي خدمات البرازيلي ويليان ما قد يساعد الفريق هجوميا القدرة التهديفية للسويدي زلتان إبروموفيتش ستكون نقطة ارتكاز لوران بلان في المباراة فريق العاصمة الفرنسية سيميل للأسلوب الدفاعي ضد البلوز مع الاعتماد على أخطاء القصم نتوقف الآن مع جولة صحفية والزميل محمد جرادي إليك محمد شكرا جزيلا السلام عليكم مشاهدين إذن انشغلت الصحف الأوروبية بتدعيات مبارتي الأمس في تشامبيونز ليغ بلد الألمانية عنوانات شتفايني يسجل ويطرد الاحتمالات كلها والدة وكتبت أن احتمال العبور إلى المربع الذهبي لا يزال قائما بالرغم من فقدان بايرن لجهود شفاينش تايجر والإسباني خافي مارتينيز إسبانيا احتفلت الصحفة بالمدردية خصوصا بأداء الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ماركا عنونت كورتوا جعل ليلة إن يستمريرا ماركا أشهدت بصد حارس ياتليتيكو لأكثر من كرة كان من شأنها تغيير مجرى المباراة كتالونيا اهتمت صحيفة سبورت بالمقارنة بين أرقام ميسي ودايفيد فيا في اللقاء الدفاع عاقل أرجنتيني بشكل محكم وميسي يعجز عن الاتسمرار في التهديف فكذا كتبت سبورت اليومية الكتالونية تساءلت سجل ميسي في المباراة الخمسة الأخيرة لكنه فشل في قيادة فريقه إلى الفوز على ملعب كامتنو نقرأ أيضا في صحيفة أس المدردية كريستيان رونالدو يقمل مباراته المئة في دور الأبطال حيث سيكون نجم ريال مدريد اللاعب رقم واحد وعشرين الذي يدخل ناديل مئة مبارات في المسابقة الأوروبية وأيضا في حال تسجيله اليوم أيضا سيكون الدون قد وقع على المبارات التاسعة تواليا في البطولة في إنجاز سبقه إليه فقط رود فانستر روي حرب مستعرة في ديلي تليغراف مدارب تشالسي جوزي مورينيو يغزو أوروبا من بوابة باريس سان جرمان سيعمل على مواجهة المد الهجومي للسويدي زلتان إبراهيموفيتش البرتغالي بحسب تليغراف ألمح إلى أمكانية تقديم عرض لإستخدام السلطان وهو ما رد عليه السويدي بالرفض نبقى أيضا في ديلي تليغراف الإنجليزية وخبر سيء عاطفيا لرجال المنتخب الإنجليزي لكرة القدم الاتحاد يمنع أفراد البعثة من استحاب زوجاتهم وصديقاتهم إلى مونديال البرازيل القرار جاء عطفا على مفعلته فيكتوريا بيكهام وشيرل كول وكولين روني في مونديال ألمانيا 2006 حين دخلوا عنوة غرفة ملابس المنتخب إلى صحيفة ميرر الإنجليزية أيضا وين روني ولعون بالجياد وهذا الولع يقض إلى شراء حصان ثالث بالاشتراك مع زميل السابق جون أشي وجون إيفنز ومايكل كاريكو بحسب الصحيفة فقد اشترى جولدن بوي الحصان الجديد للمشاركة به في السباقات الرسمية بعد فشل حصانيه السابقين في كسب أكثر من سباق واحد في الموسم الفائت وأيضا في ميرر لم يمر الأول من نيسان مرور الكرام على جماهير يونيتد صحيفة الميرر مازحت عشاق الشياطين الحمر بكذبة زرقاء هذه المرة لا بيضاء نشرت تقريرا صباحيا أمس يؤكد تحول النادي إلى القميص الأزرق لون قميص الغريم من سيتي بدأ من الموسم المقبل ثورة غضب في تعليقات الجماهير انطفأت مساءا مع اعتراف ميرر بالمسحة مع هذا الخبر من ديلي ميرر نصل إلى ختم هذه الفقرة نعود وإياكم لمتابعة النشر الرياضية شكرا لك محمد ونكمل مع أخبار الموديال 89% من إجمالي عدد البطاقات المقرر بيعها نفدت نحو مليونين ونصف مليون بطاقة بيعت مع انتهاء المرحلة الثانية من عملية تسويق العرس البرازيلي تذاكر مباراتي الافتتاح والنهائي ونصف النهائي نفدت بالكامل وقبل 72 يوما على المبارات الافتتاحية بين البرازيل وكرواتيا يتصدر أصحاب الضيافة قائمة الأكثر شراءا للتذاكر يليهم مشاجعوا الولايات المتحدة فأستراليا وإنجلترا وكولومبيا وتنطرق المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر عبر الانترنت منتصف الشهر الجاري على أن تنتهي بداية يونيو حزيران المقبل نضل منتخب الأوروغوي للوصول إلى كأس العالم بعدما خاض الملحق التأهلي لكن حلم المشاركة قد يضيع قبل نحو الشهرين على انطلاق العرس الكروي تقرير يلك الضوء هلل اتحاد الأوروغوي بعد التأهل إلى كأس العالم واحتفل مع الجمهور بأحراز بطاقة المشاركة ها هو الاتحاد نفسه يوقع ورقة استقالة أعضاء اللجنة التنفيذية البالغ عددهم خمسة قرار أتى بعدما أعطى رئيس البلاد خسي مخيكا أوامره للجهات الأمنية بعدم تأمين مباريات فريقي بينيارول وناسيونال فشلت القوى الأمنية في ضبط الجمهور عند الناديين الأكثر شعبية في الأوروغوي وفوق ذلك تعرض رجال الشرطة للهجوم من قبل المشجعين ما أدى إلى إصابة أربعين عنصرا صحيفة الباييس المحلية لمحت إلى تدخل سياسي في عمل الاتحاد المحلي فكتبت ملف كرة القدم على رأس أولويات الحكومة الكاتب تساءل ما إذا كانت استقالة الأعضاء مرهونة بالتدخل السياسي وذلك قبل زيارة مخيكا للرئيس الأمريكي باراك أوباما الشهر المقبل زميلتها سامبا فوت البرازيلية تابعت العزف على الإيقاع نفسه وسألت في عنوانها هل ستعاقب الأوروغوي في البرازيل كاتب المقالة رأى أن التدخل السياسي في حال حصوله فهو يتعارض وقانون الفيفا لتظهر فرضية معاقبة الأوروغوي وتغييبها عن المشاركة في العرس الكروي إذا الفوضى في البلد اللاتيني لا تزال المباريات معلقة بسبب رفض اللاعبين المشاركة في غياب العناصر الأمنيين حفاظا على سلامتهم مدرب المنتخبي أوسكار تاباراس نأى بنفسه عن كل المشاكل وهو متابع استعداداته نحو البرازيل مؤمنا بحل يرضي كل الأطراف يعني في حال استبعدت الأوروغوي قد يكون منتخب الأردن هو المستفيد وطبعا نتمنى ذلك لأي منتخب عربي نختم الرياضية المفصلة مع السلة الأمريكية جولدن ستيت ووريورز يعود من أرض دالاس مايفريكس بفوز ثمين في الثانية الأخيرة بعد التمديد لوقت إضافي نجم دالاس ديرك نوفيتسكي قدم أفضل عروضه سجل 33 نقطة والتقط 11 متابعة اللعب الجماعي يميز أداء الضيوف سجل ثلاثة لعبين أكثر من 20 نقطة لتنتهي المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي ستيفن كوري صاحب 23 نقطة اخترق المنطقة في الثوان الأخيرة كسر حاجز التعادل وقاد جولدن ستيت إلى الانتصار السادس والأربعين عقدة الأوقات الإضافية تكرست عند مايفريكس سبق له أن لعب أربع مباريات ممددة وخسر ثلاثا منها ومع هذا الخبر ننهي الرياضية المفصلة للمزيد من الأخبار الميدين دوت نت شكرا للمتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة